على كل دلوقتي هنروح نتابع أهم الأخبار الرياضية مع ليندا فضلي ليندا شكرا نصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية اليوم انسلقت ركلة البداية دمد يا صلاح مول يا صلاح هنبتدي نشرتنا الرياضية من أخبار فريق المصري البورسعيدي واللحاقة فوز غالي على نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-1-9 لاعبين في المباراة اللي جرت بينهم بستاد برج العرب في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية في مباراة دراماتيكية كمان اتعاد الفريق بيرمز أمام نظيرو مازنبي الكنغولي بنتيجة 0-0 في الموجهة اللي جمعت الفرقتين على ملعب الدفاع الجوي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية اللي يتأجل حسم التأهل لمباراة الإياب يوم 24 إبريل اللي جاي في الكنغول فريق الكورة الطايرة بنادي الزمالك توج بلقب دوري الكورة الطايرة الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في تاني لقاءات بلاي اوف الدور النهائي ونروح لأخبار الكورة العالمية وحسن فريق تشيلسي تأهلوا لنهائي كاس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزوا على كريستل باريس بنتيجة 2-0 في الموجهة اللي جمعتهم على ملعب ويمبلي ضمنه نفسات الدور النص النهائي من البطولة بالموسم الحالي بارسان جيرما حقق فوز صعب على ضيفه مارسيليا بنتيجة 2-1 في لقاء كلاسيكو فرنسا اللي جمعهم امبارح على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس ضمنه نفسات الجولة الـ 32 من الدوري الفرنسي بنتيجة دي بيعزز فريق بارسان جيرما صدرته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 74 نقطة وفريق أولمبيك مارسيليا في المركز الثاني برصيد 59 نقطة كمان حقق فريق ريال مدريد فوز مهم على مضيفه إشبلية بنتيجة 3-2 في المواجهة اللي أقيمت بينهم مبارح على ملعب ويمون سانشاز بسخوان ضمنه منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الأسباني وبكده بيأكد ريال مدريد على صدرته للدوري الأسباني برصيد 75 نقطة وبتوقف رصيد إشبلية عند 60 نقطة في المركز الثالث بعد التساوي بعدد النقاط مع باشلونة اللي انتزع المركز الثاني بعد نتيجة المباراة دي بلعب عدد مباريات أقل نادي أتلاتكو مدريد حقق الفوز أمام ضيفه فريق إسبانيول بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي جماعتهم مبارح على ملعب واندا ماترو بوليتانو ضمنه من نفسات الجولة الـ 32 من الليجة ورفع أتلاتكو مدريد رصيده للنقطة الـ 60 في المركز الرابع وتوقف رصيد إسبانيول عند النقطة 39 في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الأسباني وبكده مشاهدين خلصت أخبارنا الريادية دلوقتي هنرجع للشاهز لي وجمعنا عشان يكمل وقت فقرة صباح خير يواصف أمسكري كيلين أمسكري كيلين